موسيقى نحييكم ونرحب بكم هذه المرة من مقر حزب الأصالة والمعاصرة بالرباط وفي حوار آخر ولكن هذه المرة له ضرفية أخرى وهو استقالة الأمير العام لحزب الأصالة والمعاصرة السيد إلياس العماري الاستقالة كما تابعها الكثير من المتابعين للشأن السياسي المغربي كانت مفاجئة لكثير من الناس كما كانت أيضا مفاجئة لأعضاء داخل حزب الأصالة والمعاصرة كما هاينت ذلك هسبريس يرافقني في هذا الحوار الزميل خاليد أبر رحلي استيخاليد ربما عندك أسئلة أول سؤال يتبادر إلى الدهن السئلياس وهل هذه الاستقالة من الحزب هي نوع من التكلفة السياسية لخطاب العرش للمالك محمد السابيس شكرا الهسبريس وشكرا الصحفيات والصحفيين والتقنيين والتقنيات في موقع هسبريس الحقيقة سيخاليد ربما كنت قال في المثال الشعبي خيروا صدفة خير من ألف مئات ربوا صدفة خير من ألف مئات البارح كان اجتماع مكتب سياسي عادي كان غادي كل أسبوع من الفائد عفوا ولكن التزامن مع عيد العرش ومع بعض التزامات اللي كانت عندي كرئيس الجهة صفتي رئيس الجهة سما جلنا الاجتماع كان غا يكون اليوم وقالنبي ان الاجتماع غا يكون اليوم لان اليوم هي الدكرة التاسعة لتأسيس حسب الأسرة والمعاصرة حسب الأسرة والمعاصرة والسس يوم ثمانية ثمانية على الساعة الثامنة في الفين وثمانية ولكن الإخوان رئيس الفريقين طلبونا باش ما إما نأخره بالنهار ما إما نقدمه بالنهار لإن اليوم كان اختتام ديال للبالامان وغا يتعطلو لإنه كان جلسة الأسئلة الشفوية جلستين شريائيتين بعد الجلسة الختامية فقررنا بأن يكون الاجتماع البارح كنحكي لكم الصدق والاجتماع كانت فيه ثلاثة النقطة جدول العامة النقطة أولى هو تقرير على واحدة لجنة تقييم بعد تسعة سنوات من تأسيس حسب الأسرة والمعاصرة وعشرة سنوات من الحركة أين وصلنا ماذا أنجزنا فين خفقنا وكين تقرير سيقدموه سيقدمو رئيس الهيئة الوطنية للمنتخبين إضافة لتقرير ديال الرئيس الفريقين حول أداء والتزامات وكين تقرير هتقدمو للجنة المكلفة بالسهار على تنظيم المؤتمرات الجهوية أنا تابعت الخطاب ولأول مرة من السعود والتسايد شيخ خطاب كان سمعه أكثر من مرة وكان قراء أكثر من مرة عادة كنت كان كتفي بمتابعة الخطاب في التليفزيون هذه المرة تابعته في التليفزيون وكان معي الصديق حاكيم بن شماش وفي مدينة تنجا وعود شفتولي مرة ثانية وثالثة وقرأت ثلاثة مرة بعد ما نشيرها في الإعلام وسكت وراقب المشاهد رد الفعل الذي يمكن أن يكون من نخاب السياسية وغير السياسية تصدمت 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 في النخاب السياسية ياريت إلا كانوا سكتوا كلهم هضروا وكلهم أشادوا بالخطاب ونقطع تصدمت بالنخاب الإدارية تسكتوا كأنها غير معنية وبدأت كنت سأل مع رأسي وشان ما معني هات السؤال ترحته أكثر من عشاد المرة تعالى رأسي كل مرة أقول سياسيا معني ربما معنيش عمليا حيث بديننا مسيرش معينش الموظفين عنده بعض الجماعات الصغيرة ما عندوش جماعات كبيرة عندو الجيهات الجيهات يلا ما كاملش شهرين باش بدوك يخرجو في المراسم هادي عام ونص ما كانش المراسم ف Matter يعني ميداد في الورقة każde في الحدود الساعshirt التي أتذكرها ليست مناطقها التبوائف الميزانية كذلك أي اليوم كsecond تبوائف لاللغف المرسوم التبوائف اختصى التي تقام السيد وزيرrun المالي والسيد وزير الداخلية يسميه السيد وزير المالية والسيد وزير الداخلية ماذا ما كانش اذن ما ممكنش يعني ما معنيش من ناحية العملية كحيس لكن من ناحية السياسية نجيت راسي المعنية ولكن كيف هنقلب على الصيغة غادي نجي وغادي نقول نمشي بحالي غا يقولوا لي الناس علاش عادي نقول لي وما كده بيت نتحمل المسؤولية لماذا اذن جيت بارح للاجتماع وانا داخلي قرارين متناقضين خس نديرو شي حاجة ولكن ماشي احنا منين وصلت وحكيو لكم الاخوان ما اهدرتش فتاتحت دين كنسمعو الاراء ديال الاخوان رغم الصيف كان حضور 23 على 25 و 26 واحد من عضا مكتب السياسي بدات مدخلت وما يوصلوا بان هناك من الرؤساء ديال بعض الجماعات اللي طالب الاعفاء لانه ما غديش يقدر يوفيد الوعود لان الامكانيات ما عندوش الاحتياجات والوعود اللي اعطاه تكلفة ديالها تكلفة ديالها اكثر بكثير من الامكانيات والحكومة ما بغتش تجاوب بشكل ايجابي ما حتى هي كتقول ما عنديش الامكانيات وكتعرفوا الجماعات كتعيش على على تحويلات اللي كتعطيها الحكومة تمك بعض الرؤساء اللي تقيم اللي الدار التقرير اللي جابوا الاخوان قصهم نقيلوهم من الحزب مشي ما عناش الحق نقيلوهم من الرئاسة نقيلوهم من الحزب لانما اما ملتزموش بمدونة السلوك او بمثاق الشرف كما ان تمك بعض البلمانيات والبلمانيين مك يحضرواش في الجلسة العامة او في اللي جان بدون مبرر لكي نموضوع مراسل اكثر من مرة لم انطرف رئاسة المجلسين ولا منطرف الحزب لم انطرف رئاسة الفريقة ودخص التخذ فحقهم قرارات قرارات وقلوصنا نتخذوها في هذا الأسبوع كنشوف فرصي كيف لي الياز الذي اشاره باش هاد الناس يتحملوا مسؤولية لانه باش ترشح الرئاسة ولا لا لا بالله من خص الامين نعم او من ينبوان هلا فوضى هو اللي غاديدي كيفاش انا اجبت هاد السيدة لا اجبتو هلاش وفقت عليه اذن اتحملوا مسؤولية دير الاختيار كيفاش اليوم غايت تحاسب بوحده الى غايمشي نمشي مع التانى وانا اللول هالعش كان داك الصدفة ومنين نكملوا كتليهم الله راكم غلطوا راكين واحد الحلقة لانفقودة كما يقول داروين فاتشي شكونا هاي الحلقة لانفقودك كتوم هو انا تفخذيط القرار اللي تبعتوه اذا تحملت التكلفة ديال يعني نقدر نقوله فشل نموذج الأحزاب السياسية في المغرب فشلات في خلق نموذج سياسي لك المالك كي يعترف بأن هو في نفسه ما كيتقش في الأحزاب السياسية لك المواطن كذلك فقد تقع بشكل كبير في الأحزاب السياسية لك انتم امين عام ديال أكبر حزب في المعارضة تقدموا استقالتكم لأن هناك صعوبة في التدبير لا من المستوى ديالجماعات اللي انتم كترأسوها لا لا في الجهة اللي انتم كذلك كترأسوها لا في المشهد السياسي ككل ما بقاتش وحد واشهدك يعني بأن هناك فشل للنموذج السياسي للأحزاب السياسية ونرجعوا نأكدوا بأن ما يقال عنكم كأحزاب سياسية أنكم دكاكين سياسية فقط ماشي أحزاب سياسية عندها نموذج وعندها رؤية على المستوى السياسي على المجتوى الاجتماعي هذي حقيقة حسي خليد الفشان ماشي وليد اليوم هذو الوضع اللي يوصلني لعمل السياسي في المغرب ماشي وليد دياللحظة هذا من الصراع اللي كان مباشرة بعد الاستقلال ما بين الجوج بالاختيارات اختيار للحسب الواحد والاختيار ديال التعددية أنا ذاك هذك الصراع أنهينه دمويين أنهينه بمعتقلة سرية أنهينه بيتصفية جسدية من ذاك الحين بلادنا ما قدراش تدير الاختيار بقات ما بين عقلية لحسب الواحد والعقلية ديال التعددية كما هي متعارفة عليها عالميا هات جوج عقليات هاش أعطاوه في الصراع أعطاوه التعثر في كم ستينة كانت منوع السياسة السياسة كانت تدير الحبس سبعينة كانت منوع السياسة السياسة كانت تدير الحبس في التمانينات ما ممكنش تأخذ مسؤولية إذا كنت تدير سياسة باش تكون سافر تكون مدير تكون رئيس قسم تكون مسؤول إداري خسك تكون ضد السياسة والسياسية كان واحد تشجيع للعزوف خاطر ما يقابلوا تزوير للإرادة الناس كيقولوا ليه ومادية روسية سياسة باش تكون مدير ومنين كان جاءوا الانتخابات كانوا تسعدوا تسعين في المية جينا من ذاك الوقت فهت سبعت السنة الأخيرة كانت إرادة ديال تحرير العقليات والمشهد من هات الشي كين مع كامل الأسف الحاجة الوحيدة اللي ما درناش فيها التأهيل درنا التأهيل من فهم الجديد للسلطة ولو درنا قانون الأحزاب وبالدينة ولكن بقى المشهد يعيش على نتائج الماضي يعيش على نتائج الماضي على الصراع على الزامة ولا الحسب ما بقاش مؤسسة جماعية ولا مؤسسة فرضية النقاش ما كانش في السابق لما في السابق حول المشروع حول الشخص اللي غيتولها القيادة المشاركة في تدبير الشئ العام سواء على المستوى الطرابي الجماعتي أو على المستوى الحكومي خضع للرغبة للعلاقة أكثر منه كيتخضع للمصلحة وللمشروع إذن كتلقى تحالفات واحتحنا جزء منها ما كانت تقاسم مشترك في البرنامج مثلها لا التدبيري اليومي ولا استراتيجي إنه خيب السياسية وده يرجى في الخطاب منك تكون مزيانة ديالهم منك تكون خيبة ديالشيح داخور لمنه شاهد رمأنه في السابق على الأقل كين شوية لمنه شاهد في النخاب السياسية شي حد اللي كيقول أنا كان عندي مشروع وشلت فيه أنتو ما كتشوفوا ما نمشيوش بايت هات خمس سنين ديال الحكومة السابقة ده واحد ما أخرج في هذه الحكومة من جميع الناس اللي مشاركين فيها وقالها يا ودي أرادك الشي اللي وعدنا به ما قدرنا جنديره شلنا ها علاش إلا بالعكس ما زال كيعتبروا رسول نجحه هي بلد مرهونة واحد رهن بلد كله وكيعتبر رسول نجح وشتوف البلد اللي كيرهن الأرض يعني كيعتبر رسول ملك لا هات شي كامل هو اللي اعطنا هاد النتجة إذن الخطب ديال جات الملك ما فيش غير الأحزاب فيه الأحزاب فيه الإدارة تكلمتي على الستينات والسبعينات وإلياس العماري كمان أعلم أنه يساري وتشبع بها الأفكار ديالستينات وديالسبعينات واش كيبال بأن إلياس العماري هنا صحت دياله وليأس دياله ماشي من حزب ليسمه حزب الأصر والمعاصرة هو الذي يتربعوا على عرشه وعنده الناس كيبغيوه داخل الحزب وكيثيقوا فيه هذه مسألة واضحة هل يمكن أن نقول بأن إلياس العماري ربما أنه داروا حتى رأوا حتى مراجعات ولقى بأن اللعبة السياسية اللي غد فيها البلاد بأنها ما يمكن لها إلا توصلنا الحائط السين والدين ماشي هكا أنا طبعا تربيت فكريا في صفوف الحركة اليسارية وأنا معتز بهذه التربية تربيت أخلاقيا في عائلتي الصغيرة مع أمي مع أبا مع أخوتي مع جدي مع قبيلتي وأنا معتز بهذه التربية أنا ابن الثمانينات ولكن فخور بالتضحيات وبالعطاءات لدار اليسار ستينيات والسبعينيات من القرن الماضي وكان بنسبالي ونازال فلولا هذه التضحيات اللي كانت ما يكونش هذا المغرب اللي كان عيشه اليوم كان ربما سنكون بحال بعض البلدة الأخرى بلما نسميها فنعم إلا ما قلتكش لا أعيش يوميا على هالتاريخ نكون كنت أكتب عليك أنت كنت تعرفها أعيش على هالتاريخ فخور بهالتاريخ من ناحية الفكرية من ناحية السياسية أنا مازال مقتنع إلى حدود السعاب إنني كانت تسبل واحد المشروع امتداد أو جزء من الممتداد للمشروع الكبير كانت تسبله وقد نبقى من تسبله وقد نستمر فيه من اكتب عليك اليوم حيث يحفل كباقي الأحزاب حتى هو يعيش على وقع تخبطات حتى هو حيث يشتغلل بشي قلب يلقى لتوغوت كجميع الحزاب لأننا نحش نحس بديني منك يكون يكون حسب ديني وي لأنك تكون عندو عقيدة نحن لم نعنى عقيدة ما لدينا عقيدة لدينا مشروع لدينا مواقف هذا المشروع وهذه المواقف تتغير وفق التغيير اللي كيوقع في الواقع اللي عنده عقيدة لا عنده عقيدة لا تتغير كيقلب على تكتيك كيغير الخطة لي تتويج أو لي فرض العقيدة دياله نحن لا نحن لا عندنا وطن بغينا هيكون مزيان بغينا تكون فيه الديمقراطية كثير من هادشي بغينا تكون فيه العدلة الاجتماعية طبعا مني نجيد الشطر ديالك الثاني بالسؤال احنا في انتخابة وقبل الانتخابات قلنا البلاد سيلاحظ قلنا أي واحد طلع خصوه باشر لإجراءات في مئة يوم اللولانية باش يوقف ملازيف مئة يوم اللولانية ومش غير احنا جميع الأحزاب السياسية اللي كانت في انتخابات كلها قلت نفس الشي كلها قلت نفس الشي كلها قلت بإنها ستدير نسبة النمو خمسة خمسة ونصف المئة كله فإنه يشوقع بعد انتخابات مشي تلتشعر لن يدرنا إجراءات عسنا ستشعر بدون حكومة بدون حكومة ولي بنك المغرب بدك النهار كيقدم تقرير ديالو ما وصلنش الواحد فسيلا ربعة في المئة بمعنى الاستقالية احتجاج ما اشكال احتجاج هو ربما تقرى شكل من اشكال الاحتجاج احتجاج مشي على المشهد داخلي الحزب كما قدمت في الندوة الصحفية قبل قليل وانما احتجاج المشهد السياسي برمته ما افهم من كلامك هذي انا ماشي غير على الوضع السياسي المتأزم لان الوضع السياسي المتأزم ما انفصولش على الوضع الاجتماعي ما انفصولش على الوضع الاقتصادي ولي كيدير فصل هذا فصل تاع السوفي كم ما قلتك انا تربط على واحد الفكر هاد المستويات بجموعين تلاتة بهم لكي تذكر على عزل المستوى السياسي على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والعزل المستوى الاقتصادي على المستويات الاخرى هدك عندوش مشروع اخر تك ما عندوش مشروع بناء وطن عندوش مشروع اخر كاين ازمة اقتصادية هاد الازمة الاقتصادية ياللي كتخرج الناس أزمة الاجتماعية اللي كتخرج الناس كتغوتوا الشارع وهنا فين الأحزاب كتلعب دور في تأطير وتوجيه هاد الناس سواء اللي خرجوه ولا اللي ما خرجوش قالوا في الحالة دي لنا هنا ما كينشتشي اليوم جميع الأحزاب السياسية اللي كتشارك في العملية الانتخابية هذا الواقع كيقولها يلاك هتحصل على ستاد المليون ديال الأصوات من 28 مليون عندنا ثلثين في هاد البلاد ديال الساكينة الشباب هاد الشباب هادو كلهم ما كيمشيوش لسنة داخل الاخطيرة ومع ذلك كان خرجوه وكان قولو بإن الشعب اعتانا المرتبة الأولى هاد عار هاد عير يتقال واش مليون دي الناس ولا مليون هو الشعب هاد عير وعار يتقال وحتى واحد ما طارح سؤال على 22 مليون ها 22 مليون ما أمن يريد يكونوا هاتين وعشرين مقطعين من انتخابات بقناعة سياسية كي ينمع شجيها معينة التي تنادي بمقطعات انتخابات هاتين وعشرين مليون ما كنسولوش عليهم فين مشاوه مع العلم هاتين وعشرين مليون هما اللي فيهم كثار من 80 في المية مخدمينش هو اللي فيهم كثار من 34 في المية مقاريش مخدمينش هادو كيكونوا سهلين لقمة سهلة شي حويش خطيرة اذن انا من خضيت هادو الموقيف طبعا بنائم على هاتشي كامل وهادو الموقيف ما كانش خصينا اخدو دبا احنا هادو النخاب السياسية هنقول لكو صادق 2007 2007 كان ناقص الخطر داك الساعة كان السويدية سنساحب مشي عادي دير حاجة جديدة هادو كالساعة اللي كان بزرد نسخ شو تنساحب 2007 وقبل 2007 وربما في اواخر تسعينات كان الياس العماري ومجموعة من الرفاقه يشتغلون من اجل اقناع مجموعة من الناس بالعمل السياسي الرسمي وقتان عمك مجموعة من الناس وكما يقال ان الياس العماري من كدر وحد الهدف كي حقه اختلفتي او التفقتي معه مجموعة من الناس الذين يختلفونها معك في اليسار وصلتها تجربة هدي وكان تاني حزب في المغرب في المعارضة عنده ما يربو عن مئة مقعد في البرلمان عنده فارق برلماني عنده قطاعات داخل الحزب او تنظيمة موازية الان كتجي في هاد الفترة السي الياس وخلي نقولها لك بكل صراحة نتحدث عن خدلال المتقف وخيانته واش ممكنهاش نتكلمه على خيانة وخدلان السياسي الياس العماري في هاد المرحلة هدي السينور الدين في هاد المرحلة هدي الناس باغينك وقنعتينهم مجموعة من الافكار ومشوهم معك الان والان انك نقصت من السفينة السينور الدين ما نقص من السفينة ومشي من طبيعتي كان نقص من السفينة وبالخصوصي لك كانوا فيه الناس وانت كتعرفني كما كيعرفوني انا اخر واحد كان نخرج من السفينة ولا كان نغلق معها باش يطمئل جميع انا زايدون كان نقول على الرسيم 84 انا عايش غير في الفضل لانك كان يجب ويكون تاعد في 84 بشي قرطسة من ذاك القرطسة هاد القرار دل ده ومن خلال ايسبريس بيتنطمئن جميع المناضلات والمناضلة اللي عرفو إلياس قبل امين عام اللي عرفو إلياس قبل نائب الامين العام اللي عرفو إلياس قبل رئيس الجنوة تانية الانتخابات هادوك اللي عرفوني كان نقول لهم إلياس اللي عرفته هو اللي بقي وهادوك اللي ما عرفونيش كانت منه اللي هم يسولوا اللي عرفوني إلياس سيبقى إلياس قبل بقى هادو المشروع سأنتصر لها وسأشتغل ومشروع واهم اللي اصحاب له غادي نخرج منه ولا غادي نتبناشي مشروع آخر والانتصال للمشروع ماشي بالضرورة في قيادته وانا تعلمت هكذا تعلمت كان ننتصر الأمور اللي مقتنع بها في جميع المواقع وفي جميع العماكن سأنتصر لها مشروع شأشتغل من إجل انتصار هذا المشروع ولكن ينشي واحد اللي بقى راح فرح قال راح يتري اسم من بلسطين من هادو كل الفوق للوسط للتحت رواهم رواهم أنا مضت حد ولكن أنا مع المشروع اللي من أجل يولد سير يستمع المشروع ولكنك أنت قيادة في الآمانة العامة علاش ما تخليش حتى تساري هادو الفترة هادو تقدم استقاله ويكون تقييم بشكل عام إذن إذن واش اللحظة انت قبلت قلتيما أن اللحظة هذا غير مرتبط باللحظة ولا تؤمنوا بالأفكار المؤماراتية سواء من الداخل أو من الخارج ولكن علاش ما خليش حتى تساري الفترة قيالك لا ما زال شوف أسل موقف سياسية زي مكانية وكن قولها تتغيير وفك التغيير والتطول اللي كي يحدث في الواقع ما فيش خلي وما فيش دير قبل اللحظة التاريخية ما إما تلتقتها ما إما فات كترين أنا في تقديري الشخصي يمكن نكون خاطئ أنا إنسان في تقديري الشخصي هذه هي اللحظة التاريخية في تقدير دير زملاء ومتتبعين وصحفيين بحالك يمكن ما شيء يا اللحظة ولكن كيف أنا كان عيش تنظيم من الداخل كيف كان عيش المشهد السياسي وانا جزء منه كيف كان تفعل مع الهموم والألام والأمال سواء ديال المناظرين في الحزب والذي العمت المواطنين والمواطنات كتبني أن هذا الخطوة ستساهم في تطول الحزب ما كان نقولش تطول المشهد السياسي في تطول الحزب ما بغيتنا أعطيه درس لحد ما كان نقولش شيء آمن أهم تبعني بالعكس كانت منه لأم التوفيق ويصبروا اللي دار ولاية يجد ثلاثة وربعة ولا بغا اللي بغي زيت تاخم ساست من حقهم طيب سيليس لو أعد سياغة السؤال بطريقة أخرى في طاريخ الحزب ديال الأسرة والمعاصرة منذ تأسيس دياله كان جوج ديال الاستقالات اللي هي استقالات ممكن لها ما بعدها استقالات ديال فؤاد علي لهم من بعدول لمستشار ديال الملك وليوم الاستقالات ديالكم هاد الاستقالات بجوج واشكت عيني استقالات يعني فشل مشروع سياسي او فشل اشخاص في تدبير مشروع سياسي اه ديال فرصة باش الناس يعرفوا بانا هاد الحزب ما ديال فؤاد وما ديال اليس هاد الحزب ديال المنتسبين والمناضلات والمناضلين اللي فيه واناكد لكم واحد الحزب بانا والحزب سيستمر قوية وغاية قوة اكتر لين هاد الريهان كان قبل كان اللي قالو في اللوول بانا هاد الفديك كان اللي قال في اللوول بانا هادا كليب ديال واحد نادي فكري كان اللي قال بانا هادو مجموعة من اللقاطة كلا غير ذلك كان اللي قال بانا النهي يديالو ما ممكنش تفوت اربع سنوات لانا مشهد السياسي المغربي كما ولفو هاد النخاب ولفو هكذا لنا مني كيجي شي واحد كي يتذكر عال البام وكي يقارنو بالفديك الفديك انا كان اعتورو بانا ماشي كي يختلف بيقدري ما حتى التمكون لا بالمعلومة ولا بالتحليل ما كانش برهن البام بانا سوني باع الفديك الفديك ولي دمي حتى الاحزاب التي سميت او اللي قلنا عليه بانها درتها الادارة خدوها افتدأت كبيرة وتستمر صغيرة سير شوفوا منهار لي هاد الاحزاب لي سمينها بان الادارة هي اللي تعاونتهم باش تكون مش حال بدو فيها من الناس ومش حال فيها اليوم غير في ذاك ربعة سنة مش حال فيها من بعد ربعة سنة خدوه حيث باللي بغيتو خدو تجريبات البطا لي قالو غتكمل دار في الفين وثمانية قالوه غيكمل في انتخابات الفين وثمانية قالوه الفين وتسعود الادارة عاونتو جبتلو كاذا منين جد انتخابات الفين وثمانية وجدو ستو ديرف وثمانية الاغلبية ديال التعبيرات السياسية قالو انتهى بلكنو كيتذكروا عن الحل العادي ديالناحقا احد المؤسسين مشابحلو ليو وصفوه اضل يادرت عليه تتأكد الحزب مرة اخرى هالفين وثمانية قوة تانية لما ارشحش ما تجاوز ستين فلمية من الترشاهد لانا كانت قناعة داخلية عندنا انما غديش نديرو التغطية الشاملة وكنا قوة تانية من ناحية الاسوات لانا علش كتت تحسب اللايحة الوطنية لانا كانت وطنية ومشا قالوا بانا هادي غير مرحلة سينتهي نشوفه الانتخابات الجماعية جات انتخابات الجماعية المرتبة الاولى من عدد المستشارين والتانية في عدد الاسوات ازدنا اكثر من الاسوات اللي كانت عندنا في 2015 في 2011 واكثر مستشارين اللي كانوا عندنا في 2011 في 2009 وانا كانت حسب غدي في التاريخ التساودي في انتخابات 2016 في المنزل قالوا انتهى مع شخص من الشخص مشاهد حسب المين انتهى قالوا بقى واحد الشخص اخر هذا الشخص اخر مشاهد انا انتهى وستمر الحسب قويا مع السي مصطفى الباكوري بالعكس توسع تنظيميا توسع في عدد المنخارطين من جيلا الانتخاب مؤتمر 2012 كانت ازيد من 123 ألف منخارط اللي ادعونا بطاقها اذا هذا حسب واضح التساودي وكان قول الناس اللي كيتوهموا بانه هذا حسب افراد يراجعوا التفكير ديلهم ان كل حسب يرتكب اخطاء في الولادة اللي كان فيه في جميع الحالات كما اختلفنا وحدنا اللي كان هذر معك ما يكنش من ناس اللي كي يقولو قلتال اخوة اللي بارح ان الحسب يتأسس في 2008 واكثر من ذلك انا لم اشارك فيه تأسيس الحسب وغادرتو الحسب لان اختلفت ولكن ما بيتش نعرقل الفرق لا تختلف ولا تختلف وتوارقل اختلفت ورجعت ومن بعد اقتنعت انه المغرب بحاجة اللي بام واكد التاريخ من بعد فلولا البام هذا واقع الى مكان شبان في 2016 ما نقولش قبل في 2016 فين كنا نكونو انا هنا كانت تذكر مع المتتبع السياسي لمحايد ماشي اللي عنده انتماء اللي عنده انتماء غايقوللك مكان غايقون والو لان كان غايقون هو ولكن لمحايد لا هذا ماشي حيث باشخاص طبعا الاشخاص عندهم الدور دياله ولكن عهد النبوة وقف سيدنا محمد دابا كنشوفوا شي وحدين بغاوي يرجعوها وكان غالطين لاشرع معها لان النبوة وقفت فيها سيدنا محمد طيب سي إلياس استقالات ديالكم اليوم ستطرح العديد من الاسئلة من بينها سؤال ديال ان الولادة ديال الحزب كانت غير طبيعية وبالتالي طبيعي ان تكون استقالات غير طبيعية الولادة كانت وانتم تكلمتوا الان سي إلياس على بعض الاخطاء في الولادة طبعا زيان الى اذا ذكرنا بعض الاخطاء اللي كتبوا انتم أنا سي خالد والاغلب ديال المغربة الولادة البيولوجية كانت ولادتهم غير طبيعية ماشي جميع الامهات المغربية كانوا كيولدو عند جينيكولوج سبيطارات الاغلبية ديال الامهات كيولدو عند الحبل والمغربة ما خرجوش كلهم معواقين طبعا كلنا احنا اللي تولدنا عند الحبل فينا شوية ولكن مع الوقت تعالجنا ولادة ديال المغربة ما كان كلش غير طبيعية كالولادة كول لها اللي وقعت الاحزاب السياسية كلها أعطيني حزب السياسي في المغرب كانت ولادته طبيعية واحد في المغرب من حزب الاستقلال الشورى والاستقلال امتحاله وطير قوات الشعبية حركة الشعبية وطلع معها كتكون أسباب وأشخاص مع الضرورة كي تدولد حزب وإرادة كين أحزاب تكتمنت فيهم الشروط للولادة وكين أحزاب لم تكتمن فيهم الشروط للولادة أنا كان أعطيها للبطال من الأحزاب ماشي بوحده من الأحزاب اللي كانت بعض الأخطاء في الولادة دياله من حقوه يكون لأن هذا حق دوستوري من حق الناس يجتمعوا يديروا حيث يديروا جمعية يعبروا على رأيهم يختلفوا مع الآخرين هذا حق دوستوري دي كي دار تعددية ولكن هذا ما كيعنيش بأن هذا الحق الدوستوري والطبيعي أن جميع الحركات السياسية اللي تنشأت عادية وإلا أن ما يكونش عندنا ربعة وثلاثين حسب وثنين وعشرين مليون ديال المغربة ما كي صوتوش هذا ش كيعني؟ ما كيعنيش بام ليه هو غير ماشي غير عادي بوحده كيعني جميع الأحزاب بربعة وثلاثين في المغرب ولادتها غير طبيعية ولا بماذا نفسير باثنين وعشرين مليون دي الناس ما كيديروش فيهم الثقة بما ده سنفسيروها وهذا بقولوا 22 مليون ديال الناس ما كيديروش الثقة في الإدارة إلا ما كانش كيديروها في الأحزاب وواكيديروها في الإدارة نقوله ما كيديروها لا في الإدارة لا في الأحزاب لا في الجمعيات لا التفحجة معنى أن حيسب البطنكة باقي الأحزاب السياسية حيسب البطنكة باقي الأحزاب السياسية دعني هنا أطرح السؤال نأود إلى مربط الفرس مرة أخرى في قضية استقالة واش استقالة ما كتبانش أنها مرتبطة بشخص إلياس العماري المزاج دي الشخص يديله إلياس العماري كيقراك كيختلف كيتتعفق كما قلت أنك تختلف ولكنك لا تعرقل الاختلاف ميك تكون عبقى باقي الأعضاء معرفق ديلك ولكن ميك تكون زعيم سياسي أنك تكون زعيم جميع التيارات المختلفة داخل الحزب نفسه واش هاد الاختلاف هادا ما كيحاولش يكبلك طرحت واحد الأطروحة اسمها المصالحة وقلت بأن المغرب يحتاج إلى مصالحة وطنية قبل المصالحة أو قلت بأن وحدة وطنية قبل وحدة سورابية وقلت بأن يحتاجوا إلى هاد المصالحات وتبين فيما بعد الأحداث اللي جات الحسيمة وهاد المشاكل هذي واختلف معك الرفاق من داخل المكتب السياسي كما اختلفه معك في كثير من القضايا من كتكتب أو من كتطرح أو من كتكتب حتى بالنسبة للسطواتي في فيسبوك ديلك واش إلياس العماري كيحس بأنه مازال كيحمل ديك الأفكار ديك الأفكار ديك أنه يختلف هنا ويتنقل لنا وبحث شكال عافوي يكتب ولكن الآخر يؤول على أنه زعيم سياسي ما خلصش يقول الكلام وخلصه يعبر على الجماعة الآن ربما كتحس بأنك خلص تخلص من ديك الزعامة وترجع وتأخذ راحتك وتفكر كما يحلو لك ما نكربش عليك السنور الدين إلا إلا قتلك بأن إلياس منفصل على هذا القرار كين إلياس؟ كين هدي إلياس اللي كتذكر عليه؟ أنا معروف على رأسي ومعروف عليها بأنني ما ممكنش نكون في القفص نهائيا وما كينش شي قفص للتسعليه شي ممشي وقت حتى العائلة كانت مرد عليها ممكنش نغرد داخل القفص أحب هذه البلد وحب اللي كيديرو الناس رغم اختلافي معهم أختلف مع رأسي في بزف الأمور وأكيد أن المسؤولية فاد سنتين تير للأخر وزيرتني ومتكت عرفتش عندي عامل كنشتغل عليه ومتلك الشرف الاطلاع عليه ما قدرتش ننشره حياتي كنخدم عليه على الحركات الدينية ما قدرتش باش ما يتأولش كثير من هم مرات كتكون عندي آراء شخصية ما بقيتش كنعبر عليها كما كنت كندير في الماضي علاش؟ لأنها تقرأ على أنها آراء رسمية ما بقيتش كنصافر كما كنت في الماضي إلياس كان معروف عليه هذا الشيء اللي منعتني الدولة لمدة 13 عام باش ما نخرجش من البلاد نهار اللي حصلت على الجواز دياله بمحكمة في ألفين قررت ما نقاش ندخل القيامي المسافر كانوا الناس كيتسألوا ما كنت في أمريكا اللاتينية ما كنت أمارس حريتي الشخصية فقط وفي الطريق كنت أدير شي حاجة كي يهضروا عليها الناس اليوم ما كان قدرش نصافر ما كان قدرش نتلقى مع الناس من نفس الطريقة اللي كنت كانت لقاهه حتى من كانت كتب شي حاجة بسيطة تؤول فيسبوك من غير فيسبوك من كانت ذكر غير كالشخص تؤول طبعاً تشي كي يزعجني هنقول لك بإنني مرتاح فيه كنت كنت أكتب عليك إلا قلتك بإنني مرتاح في هذا الوضع الأصدقاء كان نقول لهم يومياً كان نقول لهم أنا ما تخلقتش ما تتولدش باش نعيش في قفص كما بغي يكون هذا القفص حيث جمعية ما ممكنش أنضبط الشديد أنضبط ولكن مع الهامش الكبير هدية للحرية لذلك بالزفد الناس كانوا يقولوا علش وراء السطر لأن المسؤولية تقتضي منه لالتزام أمن عام خصني نكون حاضر في الاجتماعات أسبوعياً عوض الجيهة خصني ولا رئيس الجيهة خصني نصهر على جميع الاجتماعات وعلى مصاريح الناس إذن أين إلياس؟ أين الشخص؟ طيب إلياس كآخر سؤال اليوم كتنزلوا من رئاسات الأمان العمادية الأكبر حزب معارض في المغرب أكيد أنه الاستقالة ديالكم هي عبارة عن احتجاج المشاهد السياسي ما هو تقييمكم للمرحلة؟ لا أمن ألظرت متشائل ولا متشائم ولا مقلق ولا يائس متفائل جنون المشهد السياسي والاجتماعي والاقتصادي للمرة الألف لا يبشر بخير إلى كلنا لن نحمل وقلت في التجمعات بأن الوقت ليس وقت من المسؤول ما يوصلنا إلى هذا الشي ما يوصلنا إلى هذا الشي ليس وقت آخر نظروا على هذا الشي ليس وقت لنحمل المسؤولية للإدارة بمختلف مستوياتها ولا المنتخبين ولا الأحزاب السياسية ولا شي أحد آخر هذه مسؤولية جماعية نحن على حافة الإفلاس اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا نحن عندنا المئات من المقاولات الصورة والمتوسطة كانت تسدوا انت عارفتش يستخاريت شوفوا غير من الإشهار لكين عند المقاولات الإعلامية وتعرفوا مش حامل المقاولة كانت تسد نحن أمام قنبلة ماشي موقوتا شعلة ديال تشغيل في صفوف الشباب مع فوارق اجتماعية خطيرة نحن أمام أبسط الأشياء ولت اليوم كانت ترجع وعلى رأسها الماء هات شي ما محتش مننا الهضراء واش دارتها الحكومة ديال هاد العام ولا ديال ذاك المرة ولا ديال ذاك المرة ولا ديال ذاك المسؤول ولا هاد الحسم ولا هاد المنتخب اليوم كلنا من مواقع ديالنا المختلفة خلصا نكون شركاء في الحل شركاء في الحل هات الشركة في الحل إلا كانت يتقدم لبلاد إلياس يمشي بحاله يمشي ألف إلياس إلا كان غتتقدم بلادنا وللقوا إجوبا إلياس يبقى غاية يبقى ألف إلياس دي أساسي أنا لست متشائما لأن كان عرف القدرة ديال المغاربة تتعامل مع الأزمات أنا قريت شوية ديال التاريخ طلعت شوية على التجارب المغربية المغرب عاش لحظات حارجة في تاريخه كثير من هات الشي مليون مرة ولكن بفضل المغاربة ماشي شي حدا أخر مختلف المكونات ديالهم والتعبيرات ديالهم استطعوا ماشي جاوبوا عليها ربما اليوم استقالة ديالي صرخة صغيرة ربما ذاتية لبغي يقرها ذاتية ربما سياسية لبغي يقرها سياسية ربما مفتاح لبغي يقرها مفتاح ربما رسالة اللي يبغي يقرها رسالة ولكن كنقول للمغاربة ها أنا اليوم مستعد ودرتها عامليا سوف نخدم فوست منكم ماشي فوق منكم سوف نخدم فوست منكم لأي واحد يقول الفوق ما كيهمنيش لونه انتي ماءه لي كيهمني اليوم هو واش عنده حل واللي غاي يجيب الحل اليوم مشاكل لكينا أنا من مورا من أحب الزعامة بغى هو طغى وتتبع عيوب الناس ولا يحب أن يذكر الناس عنده بخير سيد إلياس عمري نشكرك على هذا الحوار الذي منحته له سبريس بعد الإعلان عن استقالتك على أمل أن نلتقي بك وقد تخلصت من الزعامة ترجمة نانسي قنقر